السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهزو الفلاوون مرحبا بكم اليوم راح نديروا واحد الوصفة اللي هي تيكوربابين في الجزائر كح يعرفوا شنه نغمانو تيكوربابين هي وصفة قبائدية تقليدية وصفة تقليدية قديمة يديروها معروفة في منطقة القبائل الصغرى وكيما شدتوا في الصغرى بني ورتيلين هي منطقة في القبائل الصغرى يعني معروفة بهذه الوصفة وانا الوصفة هذه تعلمتها من عند ما بالماء عند عجوستي ربي يحفظها وتطولها ان شاء الله في العمر ويشفيها هي اللي وردت للطريقة هذه طريقة تحم يعني ما شاء الله وحد البنة ما شاء الله صرته مني بها هي الله يبارك المهم بني ورتيلين ما شاء الله يعني منطقة معروفة فيها خيارات كتير فيها الخروب فيها الزيتون بزاف فيها الكرموس فيها البخصيس اللي فيك ما شاء الله يعني فيها ثروات جزائر كلها ثروات الله يبارك المهم راح ندوك نشرعو في الوصفة وش نسحقو نسحقو الحم الحم الاحسن ما شاء الله بزاف ديرو غير الحم لي فيه شوية عضم وفيه شحم يعطيكم البنة حتى وقامتي موخصوبة البنة فيها براكة نسحقو فيها السميد المهم مهم هو السميد السميد لازم يكون شيشة هاذاك لخشين باش يجوكم كما نقولو احنا يم رملين يجو متفتر ما يجوش مع الجنين ما يجوش سميد هاذاك الرقيق ديرو فوق لخشين وعندكم ليزي بيس اكو تعارفوا ليزي بيس هنا درت هنا الكصبر يحبوا بزاف الكصبر كصبر حب مرحي راس الحانوت كركم فلفل كحل تحبوا ديو شاجة نجوم من ملح ودكقون وزيت زيتون وبصلة مقطعة وبصلة كبيرة مقطعة هنا أنا استعملت الخرشف هما يديروه بالخرشف ولا باللو بياخدرا وانا زيتت لها شوية شوية كاغوت زرودية هنا يا فطنجرة حطيت الزيت حطيت معاهم الحم حطيت معاهم البصل انا ما نقليش نحش بزاف انا يا هذي تح نقلي وكامل درت كلش برد في برد درت للحم ديالي ودرت البصل والزيت والماء باركنط هلماء سيو ديرو شوية بون كونتيتي باسكو بالماء هادك بهذاك المارك هادك نجمعوه هذيك العجينة لبولات هذو كتاتي كربابين ونزيدو نعاودو نردوهم يطيبو الداخل سكيفيو ولباكم السميد يشرب ذوك لهذاك تروا شوية الماء هنا راني حطيت معاهم التوابل ذوك حطيت كلش بارد في البارد الخرش فتاعي نقيتو ودرتو في الماء والقارس وبعدها غليتو هناك قريب الحم بدأ يطيب يعني يقولو قريب يطيب درت له الكاغوت زرودية ودرت له الخرش فهذاك اللي كنت ديجا غليتو في الماء مشي بزاف بس كو يزيد يطيب مع المرقة هذي كيام الخضراء ما نزمش الدوب الملح باقونت انا ما نديرش نحبش ندير بزاف الملح بالديبي بس يكين ديرو الملح بالديبي واني تبليجي نكترو دوك باش ما نكتروش بزاف الملح نديروه كي قريب طيب الماكلة ولا فرنص طياب هنا راني درت مغرفة كبيرة طماطة مصبرة طماطة مصبرة دوك نجوزو نحضرو لتيكربابينتا وعنا دوك هنا وش نستحقو فيها وممتون نديرو لابريباراسون وممتون نحضرو على هنا عندي شحمة شحمة مسكرفجة وش مليح تكون عندكم هاكدا كمية عشام ديروها في كونجيلاتر وكي تكونوا راح نديرو تحضرو هاد الطابق هدايا تسكرفجوها بالسكرفاج وما ديروها الشاكدا كده مخصو كي تسكرفجوها الدوب الدوب وبعد تتعطي هاديك البنة صراحة مليح تكترو فيها شحم خير من ان تكترو فيها الزيت هنا درت كمية عشحم شحمة رابي ومسكرفجة ودرت كمية عزيت مهم الزيت عينكم يزانكم كنت تطموه كيما لما قلوات كنبسو هاكداك هنا التوابل نفس التوابل اللي حطيتهم في المارق نقص برمرحي وراس الحانوت و جانجوب و سكنجبير وملح وشوية بابخيكا وهنا الحشيش هاد الاخر يحب زف حشيش مقطفة لا كوغيوندر هنا درت لها كوغيوندر ودرت لها النصر بطاطع النعنع تاني هاد التقربابين فيهم بزاف الحشيش والنعنع قد ما تكترو فيهم يجوب نعن دوك نفتلوك شغلة كيتفتلي طعام ولا كيتفتلي في المقروط نبسوه بمليح حتى يشرب قاعدك لدم كيتفتلي 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 و لا يجب عليكم جارية و بعد تديروا الكويرات كي يديروهم كبار كي يحبوا يديروهم كبار باش كي يديروهم فلاصص يجيوكم سهلين ترفضوهم هكذا كيتكوروهم لهاك المالقة اللي بقالي نعاود نرجع الوسم وما نرميحش بس كي نسحقوهم بعد في الطياب هنا زيت حميصة اللي مغلية طيبة هنا كي تحطوهم ديروهم دونزلوش هكذا في الغراف وحطوهم بالاعقل هكذا وحدة وحدة حتى تكملوهم ودخلوهم يطيبو حوالي قولو واحد نص ساعة كثلاثين الى خمسة وثلاثين دقيقة النار متوسطة هنا راهم طابو نحيتهم كي يطيبو بركنحوهم ما دخلوهم مش داخل لاصص بس كي ما تعرفوا بالاسمد يشرب سفي لاخلتهم داخل لاصص يشربوا لكم وما يجووا تتقالهم بعدها وما تتقال لكم مش بزاف لاصص هنا هايلك لاصص هايلك حاضرة وبيسيو الطبق هذا يتواكل سخون ان شاء الله تكونوا عجبتكم هاد الوصفة اللي هي وصفة قبائلية قديمة وصفة تقليدية بنينة ونقلكم في وصفة الوحد اخرى ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة